هذه أبرز العنوين المنتخب المغربي للفتصال ينهي مجموعته في المنطيالة ثانيا بعد الخسارة أمام البرتغال بربعية هشام بدكيك يخرج بتصريح المفاجئة بعد الهزيمة أمام المنتخبات البرتغالية ويصدم الجميع بما قالها الدولي المغربي أدامزينة ينفرد برقم مميز في الدورية الإيطالية عبد الحميد الصابري يكشف كوليس رحيله عن الدورية السعودية ويكشف عن الأسباب المفاجئة قبل ما نبدأ ما تنساش تشارك معنا في القناة وتفعل جل الجرس باش وصلك دائما أخبار المغرب المغربي لكرة القدم داخل القاعة دور المجموعات كأس العالم في مركزه الثاني بعد خسارته أمام نظيره المنتخب البرتغالي في الثالث مباريات بأربعة أهداف لهدف واحدة ارتكب لعب والمنتخب الوطني مجموعة من الأخطاء أمام واحد من الفرق القوية في هذه البطولة حيث سلق الهدف الأول مبكرا في حضود الدقيقة الثانية عن طريق اللاعب إيريك ثم هدفين في حضود الدقيقتين التاسع عشر والعشرون بفضل برونو كويلو نجح أسود في تسجيل الهدف التقليص الفارق عن طريق سوفيا مصر قبل أن ينجح البرتغال في تسجيل الهدف الرابع من تسجيل اللاعب زيريكي وبهذه النتيجة تصدر المنتخب البرتغالي مجموعته برصيد تسع نقاط بينما حل المنتخب الوطني ثانيا برصيد ست نقاط وينتظر المنتخب المغربي التعرف على خصمه في ثم نهائي حين سيواجه صاحب المركز الأول بين فرنسا وإيران تحدث مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة عيشا مدكيك عن الهزيمة التي أنقذها لها مجموعته بأربعة أهداف لهدف على يد المنتخب البرتغالي معتبرا بقوة البرتغاليين وكذلك إشكال إصابات التي يواجه أسود القاعة في كأس العالم حاليا ووزبك السنة الفين واربعة وعشرون قال الناخب الوطني هشام مدكيك في تصريحات نعلمية عقب المباراة حاولنا أن نكون ندل ندى وننافس على الصدر لكن لاحظنا قوة المنتخب البرتغالي الذي كان بكامل عناصره أما نحن فنعاني من الإصابات إن ضافت لها إصابة إسماعيل أمزال في هذا اللقاء أضاف المتحدد نفسه قائلا الآن سنصب كامل اهتمامنا على مباراة ثمونة نهائية ضد المنتخب المحتمل للصدارة في المجموعات الأخرى هذه الإصابة الكثيرة التي نشكو منها غريبة جدا خاصة أنها ليست إصابات عضلية مرتبطة بالجانب البدني لم أستعب بعد إلى حد الآن هذا الطالع السيئة أنهى المنتخب المغربي دوره الأول محتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة لتنتظر بذلك صاحب المركز الأول في المجموعة الثالثة ضمن ثمن النهائي مسابقة الموندية حينما سيواجه منتخب فرنسا إيران وسيكون بذلك خصم المغرب نجح لاعب المنتخب الوطني المغربي أداما سينا مدافع نادي تورينو الإيطالي في تحقيق رقم مميز خلال مشاركته في الدورية الإيطالي لهذا الموسم الجديد أداما سينا وفقا للمؤشرات سوفا سكور العالمي المتخصيص في أرقام وإحصائيات المباراة عبر مختلف الدوريات العالمية بات أول لعب يتجاوز مئة تمير ناجحة في سيري آ بالمنصة مع زميله ماربانا في نفس المباراة أشار المصدداته أن الدولي المغربي أداما سينا مدافع تورينو الإيطالي ديدا فيورينا أمس السبت منح مئة وسبعة تميرات ناجحة وهو في مباراة واحدة في الموسم الحالي حقق الدولي المغربي أداما سينا وفقا للإحصائيات المذكورة أعلى رقم للعبي العرب في الدورية الخمس الكبرى وأثنى على رقم اللاعب الإفريقي في الدورية الخمس الكبرى انضم أداما سينا لتعسيس صفوف تورينو الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة من نادي أودينيزي مع خيار الشراء النهائي قبل أن يفعل الفريق الإيطالي بند شراء عقده بشكل دائم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية كشف الدولي المغربي عبد الحميد الصابري لعب نادي الفيحة السعودية السابق وفيورونتيني الإيطالي حاليا عن كوالي سرحيله من الدورية السعودية المحترفين عاد عبد الحميد الصابري إلى فيورونتيني قادما من تجربة إعارة استمرت لمدة موسم واحد مع نادي الفيحة السعودي المنافس في دور رشن السعودي لمحترفين وقال المغربي عبد الحميد الصابري في تصريحات لصحيفة الريادية إنه كان يرغب في البقاء مع الفيحة لكنه انتظر ثلاث أشهر للتوقيع العقد لكن في النهاية جاء عرض بأقل أربع مرات من عقده بالموسم الماضي أضاف العقد الذي اتفقنا عليه الموسم الماضي كان أكبر بأربع مرات من العقد الذي عرضه واتفقنا بالفعل على كافة التفاصيل وانتظرتهم فترة لكن لم يحدث أي تغيير وأي جديد أضاف النجم المغربي في تصريحه قائلا خلال الفترة ثلاثة أشهر تلقيت عروضا كثيرة من فرق في السعودية ورفضت الكثير من العروض لأنني أردت البقاء مع نادي الفيحة السعودي وعن أفضل لاعب سعودي في الدور اختار عبد الحميد صابري سالم الدوسري لاعب فريق الهلال قائلا إنه لاعب جيد جدا ودكي ولديه الكثير من القدرات والمهارات والسرعة وكان النجم المغربي عبد الحميد الصابري من بين أبرز لاعب المنتخب الوطني المغربي الذين حققوا الرقم التاريخي في بطولة كأس العالم 2022 بقطر التي وصلوا إليها في المربع الذهبي كأول بلد عربي وإفريقي يصل إلى هذا الدور عبد الحميد الصابري كان قد عانى من إصابة قوية أبعدته عين ملاعب لأزيد من نصف الموسم مع نادي الفيحة مما أبعدته عن تشكيلة الناخب الوطني وليد الرقرقية وعن تشكيلة فريقه كان نادي فيورونتينا يمني النفس في شراء الفيحة لعقده من أجل سيولة مالية كبيرة إلا أن الأخكر قرر عدم شراء عقده بسبب تعرضه للإصابة وتراجع مسوى مما أصبح نادي فيورونتينا يتطلع لبيع عقده لفريق آخر ترجمة نانسي قنقر